موسيقى خلال اجتماع مع رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة الرئيس السيسي يوجه بتكثيف جهود تطوير الصناعة وتذليل العقبات أمام القطاع الخاص الرئيس السيسي يتابع استراتيجية قطاع السياحة ويوجه بمواصلة تشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية الرئيس السيسي يؤكد أن ما تشهده توشكا خطوة واحدة من خطوات كثيرة تنفذ على أرض الواقع ويؤكد استهداف زراعة أربعة ملايين فدان خلال عام السادسة مساء بتوقيت القاهرة الثالثة بتوقيت جرانج نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم على شاشة التلفزيون المصري تحية لكم وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف الجهود الرامية لتطول الصناعة المصرية باعتبارها قاطرة أساسية للتقدم الاقتصادي الشامل وذلك خلال اجتماع مع رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة خلال اجتماع آخر بحضور وزير السياحة والأثار وجه رئيس السيسي بمواصلة العمل المكثف لتنشيط قطاع السياحة استثمارا لما تحظى به مصر من مقاومات سياحية متفردة اجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة صرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية أن الاجتماع شهد متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة والرؤية المستقبلية التي تتبنها الدولة لرفع معدلات نمو هذا القطاع ونصيبه من الناتج المحلي الإجمالي وزيادة حجم وجودة الصادرة الصناعية حيث اطلع السيد الرئيس في هذا الصدد على مستجدات الجهود الجارية لإنشاء تجمعات ومناطق صناعية متكاملة ودعم الصناعات التحولية وقائمة المجالات ذات الأولوية التي تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية وفرصا ومزايا تنفسية على المستويين الإقليمي والعالمي أضف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه بتكثيف الجهود الرامية لتطوير الصناعات المصرية باعتبارها قاطرة أساسية للتقدم الاقتصادي الشامل في ضوء نعكاس التقدم في الصناعة على دعم وتطوير جميع القطاعات الأخرى كما وجه السيد الرئيس بمواصلة جهود تمكين القطاع الخاص الصناعي وتثليل العقبات أمام ازدهر أنشطته وأعماله لسيما من خلال توفير البيئة الملائمة وتقديم الحوافز والتيسيرات الدائمة للاستثمار الصناعي بالإضافة إلى تعزيز العمل على ترسيخ ثقافة القيمة المضافة في الصناعة المصرية على النحو الذي يحقق أكبر استفادة ممكنة سواء على مستوى تعميق التصنيع المحلي والتطور التكنولوجي أو من ناحية تحقيق أعلى عائد لصالح الاقتصاد المصري والمواطنين كما اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وسيد أحمد عيسى وزير السياحة والأثر الاجتماع تناول متابعة استراتيجية قطاع السياحة خلال الفترة المقبلة حيث تم عرض خطة تحفيز مناخ الاستثمار في مختلف المقاصد السياحية في مصر إلى جانب زيادة عدد الغرف الفندقية وتطوير صناعة السياحة على جميع المستويات بما يساعد على موصلة نمو حركة السياحة الوافدة لمصر والتي حققت مؤشرات إيجابية خلال النصف الأول من العام الجاري بما يعزز من سعي الدولة للوصول بعدد السائحين إلى 30 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2028 وقد وجه السيد الرئيس بموصلة العمل المكسف لتنشيط قطاع السياحة استثماراً لما تحظى به مصر من مقاومات سياحية متفردة وما لديها من إرث حضري وثقافي عريق وممتد عبر العصور التاريخية المختلفة وذلك بتكثيف العمل في المشروعات السياحية وتشجيع وجذب الاستثمارات من القطاع الخاص المحلي والأجنبي خاصة من خلال توفير التسهيلات والتيسيرات اللازمة في هذا الخصوص بالإضافة إلى الاستفادة القصوى من تكامل قطاع السياحة مع عملية التنمية الشاملة في مختلف القطاعات على مستوى الدولة مع مواصلة الجهود الهدفة للتحسين المستمر في جودة المنتج السياحي المصري بما يتوافق مع متطلبات الأسواق المستهدفة وأرقى المعيير العالمية في هذا الصدد أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن ما تشهده منطقة تشكا من إنجاز يقف وراءه جهد كبير من المصريين العاملين بهذا المشروع القومي مشيرا إلى أنه من المستهدف زراعة أربعة ملايين فدان خلال مدة زمنية لا تزيد عن عام من الآن جاء ذلك في تصريحات للرئيس السيسي خلال مداخلة مع وفد من الإعلاميين خلال جولة بمنطقة تشكا والتي نظمتها إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة وأكد الرئيس السيسي أن ما تشهده منطقة تشكا هو جهد خطوة واحدة من خطوات كثيرة يتم تنفيذها على أرض الواقع كما دعا الرئيس لزيارة مشروع مستقبل مصر وسيناء من أجل رؤية حجم العمل العملاق المبذول شدد الرئيس السيسي على أن التنمية ليست قاصرة على مكان واحد ولكن في كل مكان في تشكا وشرق العوينات وسيناء ومزرعة في بني سويف على نحو ستين ألف فدان مؤكدا أنه يتم استغلال كل ما هو متاح وكل نقطة مياه موجودة من خلال أحدث أسليب الزراع والري الحديث وأوضح الرئيس السيسي أنه تم الانتهاء من تنفيذ جزء كبير من محطات رفع المياه والتراع وقنوات المياه وطلمبات الرفع وشبكة الكهرباء وتسوية الأرض حتى تكون جاهزة لموسم القمح المقبل والمقرر له في شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين وبعث الرئيس السيسي برسالة طمأنة للشعب المصري بأن الدولة تسير بشكل جيد للغاية داعيا الجميع إلى الاتمئنان مشيرا إلى أن هناك حجما كبيرا من الأراضي جرى استصلاحها ليس في تشكا فقط ولكن أيضا في شرق العوينات ومستقبل مصر وسيناء وأشار الرئيس السيسي إلى أنه تم تعاقد على مصنع للخشب من جريد النخل ومصنع آخر لتغليف التمور في منطقة تشكا فضلا عن زراعات البطاطس في شرق العوينات حيث تم إنشاء مصنع للبطاطس نصف مقلية وذلك بالإضافة إلى العديد من المشروعات الأخرى في مجال التصنيع الزراعي موسيقى 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 اشتركوا في القناة يعد مشروع توشكا واحدا من اهم المشروعات القومية في مجال الزراعة لتوفير ملايين المنتجات الزراعية المختلفة اولى الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتماما بالغا بمشروع توشكا نظرا للدور الكبير الذي يلعبه في توسيع مجال الاستثمار الزراعي للدولة المصرية خاصة بعد اضافة مساحات زراعية جديدة في الفترات الماضية لزيادة الرقعة الزراعية اشتركوا في القناة للمزيد من المتابعة ينضم الينا دكتور اشرف كمال استاذ الاقتصاد الزراعي دكتور اشرف بعد التحية اذا مشروعات قومية ضخمة يشهدها القطاع الزراعي في مصر ما يمثل اضافة كبيرة لجهود التنمية الشاملة للدولة كيف تقيم صورة ذلك اهلا بحضرتك ومشاهدي قناة الكرام في الواقع لا تخطئ العين هذه المشروعات القومية الزراعية الكبرى على جميع ربوع مصر مشروع الدلكة الجديدة في اطار مشروع مستقبل مصر مشروع توشكا الخير الذي كانت فيه المداخلة الرئيس مشروع استصلاح واستغراع ستمائة الف فدام في شناء الحبيبة شمال ووسط شناء شرق العوينات لكن الملمح الرئيسي في هذه المشروعات هو زيادة مساحة الاراضي من المحاصيل الاستراتيجية محصول القمح تحديدا ابان افتتاح الرئيس لنوسم حساد القمح في شرق العوينات هذا العام تم اعلان انه تم اضافة 90 الف فدان قمح في الدمتة الجديدة و150 الف فدان في توشكا من المزمع زيادة هذه المشحات 200 الف فدان العام القادم في توشكا ثم تصبح 450 الف فدان قمح هذه الزيادات كبيرة في هذا المحصول الاستراتيجي الهام والملمح الرئيسي في هذا السياق ان الاقصاديين مهما بحثوا لن يجدوا ملاذا افضل من القطاع الزراعي لتوفير الاعباء على ميزان المدفعات سواء من خلال الاحلال محل الواردات القمح ورحاصيل الزيوت التي كانت نسبة الاكتفاء الذاتي منها مقافضة والان بخلال هذه المشروعات تم زيادة نساحة المحاصيل من الزورة الشامية وفول السوية وعباد الشمس تعمل تلك المشروعات بشكل كبير على تحقيق نسبة اعلى من الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وتحقيق درجة اعلى من الامن الغدائي ايضا ملمح اخر لا تقضيه العين هو المجمعات الصناعية الزراعية من خلال ذكر شمول التنمية وما اشرته الي حضرتك من مصنع لتغليف التمور ومصنع للاخشاب من يعني الى جانب زيادة الرقع الزراعية هناك ايضا اهتمام صحيح دين ونصف مليون نخلة وبالتالي يتم تكامل الزراعة والصناعة جنبا الى جانب في غاية الاهمية يعني الى جانب يعني تمديد وتعظيم الرقع الزراعية هناك ايضا اهتمام بالتصنيع الزراعي بشكل كبير دكتور اشرف التنمية الزراعية بمصر يعني لا تقتصر فقط على مكان واحد بل هي في كل ربوع مصر وذلك يتطلب جهودا كبيرة وفق استراتيجية وتخطيط جيد الى اي مدى ترى مردود ذلك على المواطن المصري وعلى حياة المصريين ذلك امر في غاية الاهمية من خلال عدة محاور الزراعة كما اشرت في البداية احلال محل المواردات وتخطيط على الضغط على العملة الصعبة توفير فرص عمل على سبيل المثال الشركة الوطنية لاستطلاح الاراضي تقوم بتشغيل يعني عدد كبير من المدنيين اربع تلاف فرص عمل مباشرة نمهى 2015 فرص عمل مباشرة في توشكا فضلا عن فرص العمل غير المباشرة وفضلا عن العمال الموسمية وما غيرها بالاضافة الى ذلك تحقيق الامن الغذائي للمواطنين والامن الغذائي ينعي في مفهومه البسيط توفير وإتاحة الغذاء ثم توفيره في اطار القدرة الشرائية للمواطنين وبالتالي تلك المشروعات سوف تؤتي اكلها يعني خلال هذا العام من خلال توفير الغذاء باخعار في متناول المواطنين بشكل كبير الدكتور عشرف كمال أستاذ الاقتصاد الزرعي شكرا جزيلا لك ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة اجتماع مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتنهية الصغر وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين خلال لهذا الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على دعم الجهود التي يقوم بها الجهاز بهدف زيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتنهية الصغر وريادة الأعمال ودمج هذه الجهود ضمن خطة الدولة لتعميق التصنيع الوطني وزيادة الصادرات بهدف تعزيز قدرة وتنافسية الاقتصاد المصري هذا وقد تم خلال الاجتماع عرض تقرير تناول جهود الجهاز خلال الفترة الماضية حيث قدم الجهاز الخدمات المالية لنحو مائتين واثنين وعشرين ألف مشروع بتمويل بلغ 6.8 مليار جنيه ساهمت في توفير 370 ألف فرصة عمل كما تم تدريب 8200 متدرب ومتدربة في مجال ريادة الأعمال انطلقت في القاهرة جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة بمشاركة وفود من مصر والسودان وإثيوبيا وأكدت وزارة الموارد المائية والري أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد يراعي مصالح وشواغل الدول الثلاث مشددة على أهمية التوقف عن أية خطوات أحدية في هذا الشأن ومحذرة من أن استمرار ملء وتشغيل السد في غياب اتفاق قانوني يعد انتهاكا لاتفاق إعلان المبادئ والموقع عام 2015 هذا وشددت الوزارة على أن مصر تستمر في بذل أقصى الجهود لإنجاح العملية التفاوضية مؤكدة على إيمان مصر بوجود العديد من الحلول الفنية والقانونية التي تتيح تلبية مصالح الدول الثلاثة والتوصل للاتفاق المنشود أعلن حزب الحركة الوطنية المصرية تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة أكد الحزب على أن طبيعة الأوضاع الدولية والمحلية وما تشهده المنطقة والمصرح العالمية يحتاج إلى ضرورة الحفاظ على حالة الاستقرار التي تعيشها البلاد خلال فترة حكم الرئيس السيسي يضيف الحزب كذلك أن ما تحقق من إنجازات ومشروعات قومية كبرى وقدر على مواجهة تحديات والأزمات العالمية وحجز مكان متميز للدولة المصرية على الصعيد الدولي يجعل من استمرار الرئيس السيسي لمرحلة رئاسية جديدة مطلبا ملحا تقتضي الضرورة وتقتضي كذلك المصلحة العامة للدولة المصرية بما يمكنه من استكمال ما بدأه من مشروعات وبرامج تنموية وإصلاحية تبني وترسي قواعد الجمهورية الجديدة أعلن حزب مصر أكتوبر دعمه الكامل لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية الرئاسية جديدة وفي بيان له أكد الحزب استفافه خلف القيادة السياسية تأسيسا على تقديره العميق لحجم المنجزات المتحققة بامتداد مصر وسعيا إلى مواصلة النجاحات المتتابعة منذ عشر سنوات وما تزال وهو الأداء الذي من الضروري لاستمراره أن يستكمل الرئيس السيسي تلك التجربة الطموحة وأن تستفيد الدولة المصرية بولاية جديدة تحت قيادة رئيس مخلص وأمين وجاد لا يعرف سوى لغة الكفاءة والإنجاز استقبل رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار وليد حمزة رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كارم جبر وذلك في إطار التنصيق بين الهيئة والمجلس لإنهاء وتيسير الإجراءات الخاصة بإصدار التصريح اللازمة للمؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية الراغبة في التوطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية المرتقبة خلال هذا اللقاء أكد المستشار رئيس الهيئة أن الهيئة الوطنية للانتخابات ترحب بجميع المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية المصرح لها بالعمل في مصر لتوطية العملية الانتخابية وأشار إلى أن التوطية الإعلامية المأمولة يجب أن تتسم بالشفافية والمصداقية تحقيقا لرسالتها السامية تلقى وزير الخارجية سمح شكر اتصالا هاتفيا من نظيره الإيطالي أنتونيو تاياني تناول سبل دفع العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والاستثمارية فضلا عن الأوضاع والتحديات المشتركة في منطقة البحر المتوسط وعلى رأسها ظاهرة الهجرة غير القانونية عبر المتوسط كما تطرق الاتصال إلى الوضع في ليبيا حيث حرص وزير الخارجية على إطلاع نظيره الإيطالي على رؤية مصر بشأن تطورات الوضع السياسي والأمني وسبل دعم المسارات والحلول الليبية التي تكفل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب فرصة وقد اتفق الوزيران على استمرار التشاور عن قرب خلال المرحلة القادمة وعقد لقاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك خلال شهر سبتمبر القادم تابع وزير الخارجية سامح شكري سير العمل القنصلي بالوزارة وسبل توفير أفضل الخدمات القنصلية للمواطنين في الداخل والخارج وذلك خلال اجتماع مع مساعدي وزير الخارجية لشؤون القنصلية والمصريين في الخارج ومسؤولي القطاع القنصلي تناول الاجتماع تطوير المنصة الإلكترونية التي تهدف إلى إنجاز الخدمات القنصلية في أسرع وقت والارتقاء بجودتها وتفعيل إجراءات رقمنة كافة الخدمات القنصلية استغلالا للتكنولوجيا الحديثة من أجل ضمان تعزيز صلاة المواطنين المصريين في الخارج مع الوطن كما تمت مناقشة الإجراءات الخاصة بمنح التأشيرات للأجانب وتأكيد على تقديم تسهيلات مع مراعاة جميع الاعتبارات والقواعد المعمول بها واستمع وزير الخارجية خلال هذا الاجتماع إلى عرض متكامل للإجراءات التي تم اتخاذها لتطبيق مبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج حذر مكتب الأمم المتحدة لتنصيق الشؤون الإنسانية من تفاقم الاحتياجات الإنسانية في الضفة الغربية بسبب القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين مما يقوض وصولهم إلى سبل العيش والخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم وأضافت الأمم المتحدة أن السلطات الإسرائيلية ملزمة بموجب القانون الدولي بتسهيل حرية وحركة الفلسطينيين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية أعلن رئيس العراقي عبداللطيف رشيد عن التوجه لتشكيل مجلس أعلى للمياه في بلاده لافتا إلى أهمية العلاقات مع دول الجوار والعالم وتسخيرها لتحقيق التنمية والتطور والازدهار في العراق خلال اجتماعه مع نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي وزير الخارجية فؤاد حسين ورئيس ممثلية إقليم كردستان العراق فارس عيسى شدد الرئيس العراقي على ضرورة حسن الأداء بما يخدم المؤسسات الحكومية فضلا عن تعزيز العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليمي كردستان بحثت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية موليفاي مع الرئيس النيجري بولاتينوبو الأزمة في النيجر وذكر بيان عن مساعد وزير الخارجية أن موليفاي التقت مع رئيسة مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إكواس وأوضحت مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية أنها ناقشت مع الطرفين دعم الولايات المتحدة لجهود نيجريا وإكواس لإعادة النظام الدستوري واستعراض خيارات حل الأزمة في النيجر توتر متزايد بين قادة المجموعة العسكرية التي استولت على السلطة في النيجر والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إكواس والدول الغربية أصدرت على إثره المجموعة التي استولت على السلطة أمرا للجيش بالإبقاء على حالة التأهب القصوى بما يسمح للقوات بالرد بشكل مناسب في حال وقوع أي هجوم المجموعة العسكرية التي استولت على السلطة أشرت إلى تزايد التهديدات بشن عمل عسكرية ضد البلاد لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الإطاحة بالرئيس محمد بازوم وهو أمر لم تستبعده إكواس في حال عدم نجاح المساعد الدبلوماسية في حل الأزمة رفع حالة التأهب العسكرية في النيجر جاء بعد مطالبة السفير الفرنسي في نيامي بمغادرة البلاد ورفض باريس الاستجابة لذلك رغم التحركات الاحتجاجية المناهضة لفرنسا في النيجر بعد اتهامها بالرغبة في التدخل عسكريا في البلاد يأتي ذلك فيما أعربت إيطاليا عن دعمها للمبادرة الجزائرية للحل السياسي للأزمة مؤكدة استعدادها لمساندة جهود الجزائر لتهدئة الأوضاع والعمل على تحقيق العودة إلى النظام الدستوري عبر السبل السلمية أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف مطار بالعاصمة الأوكرانية كييف بسلاح عالي ضقة وإصابة جميع الأهداف المحددة كان الجيش الأوكراني قد أعلن أن روسيا قد شنت هجوما جويا خلال الليل على كييف وأجزاء أخرى من أوكرانيا حيث أشار من جهته إلى أن أنظمة الدفاع الجوي قد دمرت الصواريخ التي كانت متجهة صوب العاصمة أظهرت بيانات للقوات الجوية الأوكرانية أن تحذيرات من غارات جوية قد صدرت في جميع أنحاء أوكرانيا لمدة ثلاث ساعات قبل إعلان زوال الخطر أكدت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قد أسقطت طائرتين مسيرتين في منطقتين على الحدود مع أوكرانيا وأضافت الوزارة أن القوات أسقطت طائرة مسيرة فوق منطقة بريانسك غرب روسيا وأسقطت الطائرة الأخرى في منطقة كورسيك الواقعة إلى الجنوب منها إلى ذلك أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أن قواتها شنت غارتين استهدفتا نقاط قيادة وسيطرة للقوات الروسية وعشر غارات أخرى على مجموعات من القوى العاملة واثنتين على أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات خلال 24 ساعة أكد بيان للهيئة أن أكثر من 40 اشتباكا قتاليا قد وقع على الخطوط الأمامية في جميع أنحاء أوكرانيا وذلك على مدار أمس في حين تواصل قوات الدفاع الأوكراني عمليتها الهجومية في اتجاه ميليتوبول وقد أضاف هذا البيان أيضا أن القوات الروسية قد نفذت خلال هذه الفترة خمس هجمات صاروخية وخمسا وأربعين غارة جوية بالإضافة إلى سبعة وستين هجوما بأنظمة جراد وذلك على مواقع القوات الأوكرانية والمناطق المأهولة بالسكان أعلنت المتحدثة باسم قيادة العمليات الجنوبية بالجيش الأوكراني ناتاليا هومينيوك أن الجيش الروسي يحتفظ ب 12 سفينة حربية في مهمة قتالية في البحر الأسود بما في ذلك حاملة صواريخ وقالت هومينيوك أن التهديد الصاروخي لا يزال قائما بالنسبة لأوكرانيا مشيرة إلى أن حاملة الصواريخ تنفذ مهمة قتالية بعد قيامها بمناورة بالانتقال من بحر أزوف إلى البحر الأسود وقالت لغنة تحقيق روسية أن الفحوصات الجينية أكدت وفاديها تزاعيم مجموعة فاغنر المسلحة يوفغيني بريغوجين في حادث تحطم الطائرة التي كان على متنها يوم الأربعاء الماضي أوضحت اللجنة في بيان لها أن الفحوصات الجينية الجزائية قد أثبتت أن هويات القتلى العشرة الذين تم انتشالوا بثثهم من موقع الحطام تتطابق مع قائمة الركاب وأفراد الطاقم والتي كانت تضم اسم بريغوجين أكد المتحدث باسم خدمة حرس الحدود الأوكرانية أن الوضع على الحدود مع بيلاروسيا لا يزال تحت سيطرة قوات الدفاع الأوكرانية بالكامل وقال ديمشينكو أن وحدات حرس الحدود الحكومية وقوات الدفاع تعزز السيطرة على هذا الجانب وأشار إلى أن اهتمام حرس الحدود الأوكراني كان منصبا بشكل خاص على وجود مرتزقة روس في بيلاروسيا لكن عددهم لا يشكل تهديدا كبيرا لأوكرانيا شكرا للمشاهدة نشهد مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي روسيا بتجديد اتفاق الحبوب الذي كان يسمح بالتصدير الآمن للحبوب الأوكرانية عبر مواني البحر الأسود كانت المفاوضية الأوروبية قد أشارت إلى أن القيود الروسية على شحن الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود لا تتسبب في مشكلات لكييف فقط وإنما لعدة دول نامية أيضا واسترطباك شديد يحوم حول تجديد اتفاق حبوب البحر الأسود الاتحاد الأوروبي يخاطب روسيا للعودة لاتفاق الحبوب الذي كان يسمح بالتصدير الآمن للحبوب الأوكرانية وذلك عبر مواني البحر الأسود المفاوضية الأوروبية اعتبرت أن روسيا تستخدم الحبوب كسلاح مشيرة إلى أن القيود الروسية على شحن الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود لا تتسبب في مشكلات لكييف فقط وإنما للعديد من الدول النامية أيضا وبحسب المفاوضية الأوروبية قد تم تصدير أكثر من 45 مليون طن من الحبوب والبذور الزيتية والمنتجات ذات الصلة من خلال طرق بديلة عبر بولاندا ورومانيا وهو ما يوفر شريان حياة مهم لأوكرانيا يأتي ذلك بالتزامن مع مغادرة ثاني سفينة من مدينة أوديسال أوكرانية إلى بلغاريا منذ انتهى اتفاق تصدير الحبوب بعد انسحاب موسكو من الشهر الماضي ذلك بعد عام من صريانه بوساطة أممية يأتي هذا فيما تحاول تركيا إقناع موسكو بالعودة إلى الاتفاق لكن روسيا قالت مرارا أنها لن تعود إلى الاتفاق إلا إذا أوفى الغرب بالتزاماته تجاه موسكو معتبرة أنها قادرة على تعويض الحبوب الأوكرانية في السوق العالمية سواء على أساس تجاري أو بالمجان أشارت دراسة بحثية إلى صعوبة التوصل لحل حقيقي للارتفاع الحاد في أعباء الدين العام عالميا على مدى السنوات الخمسة عشر الماضية وأشارت الدراسة إلى أنه منذ عام 2007 ارتفع متوسط الدين العام على مستوى العالم من 40% إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي وكانت نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي أعلى في البلدان المتقدمة يبدو أن العالم على موعد مع أيام صعبة قادمة في ظل استمرار أعباء الدين العام مرتفعة في العديد من البلدان حتى المتقدمة منها دراسة بحثية صادرة عن خبراء في صندوق النقد الدولي وجامعة كاليفورنيا أشارت إلى صعوبة التوصل لحل حقيقي للارتفاع الحاد في أعباء الدين العام وذلك على مدى السنوات الخمسة عشر الماضية والتي اقترضت خلالها الحكومات مبالغ كبيرة وذلك لمواجهة الأزمة المالية العالمية وتداعيات جائحة كورونا الدراسة أشارت إلى أنه منذ العام 2007 ارتفع متوسط الدين العام على مستوى العالم من 40% إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي حيث كانت نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي أعلى في البلدان المتقدمة شمل ذلك الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم حيث يرتفع الدين الحكومي الآن بأكثر من مثلي الناتج الاقتصادي السنوي للبلاد في حين كان دين الولايات المتحدة يبلغ نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي وذلك قبل 15 عاما الدراسة ذكرت كذلك أنه رغم تزايد المخاوف حيال تداعيات ارتفاع الديون على معدلات النمو فإن تخفيض الديون غير وارد للحدوث من الناحية العلمية رغم كونه أمرا مرغوبا فيه من حيث المبدأ يبدو أن الكثير من اقتصادات العالم لن تتمكن من تجاوز أعباء ديونها وذلك بسبب شيخوخة السكان فيها بل إنها ستحتاج إلى تمويل جديد وذلك لتلبية احتياجات مثل الرعاية الصحية ومعاشات التقاعد وهو ما يؤكد أن حكومات العالم ليس أمامها سوى التعايش مع الديون المرتفعة إلى حين قال نائب محافظ بنك إنجلترا أن البنك المركزي سيضطر إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول وذلك وسط توقعات بعدم انحسار التدخم بالسرعة التي ظهر بها على رغم من الانخفاض الحاد في أسعار الغاز والمنتجين وقد توقع نائب محافظ بنك إنجلترا أن ينخفض التدخم الرئيسي حاليا بعد أن تراجع الارتفاع الحاد في أسعار مدخلات الغاز والسلع مضيفا أن وطيرة الانخفاض لا يمكن التنبؤ بها حيث يتنافس كل من العمال والشركات على استرداد الدخل والأرباح الضائعة نتيجة لتدخم دعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى ضم الاتحاد الإفريقي إلى مجموعة العشرين مشيرا إلى أن بلاده ستقدم الحل لمشاكل سلاسل التوريد وذلك قبل القمة التي تعقدها الكتلة في نيو ديلهي الشهر المقبل أضاف رئيس الوزراء الهندي أن الهند هي الحل لخلق سلسلة توريد عالمية وفعالة وموفوقة بعد الاضطرابات التي نتجت من جائحة كورونا خصوصا أن نيو ديلهي تعمل على تعزيز التصنيع للتنافس مع الصين على حد قوله السادسة ما زالت متوصلة مع حضراتكم من التلفزيون المصري وتتابعون فيها كوريا الجنوبية ترسل خبراء لليابان لمراقبة تصريف المياه الملوثة من محطة فوكوشيما النووية المعطلة اقترح رئيس زمبابوي الفائز بفترة رئاسية ثانية إميرسون منانجاكوا وذلك على من يشككون في نتائج الانتخابات التي أجريت الأسبوع الماضي اللجوء للمحاكم وذلك بعد أن قال زعيم للمعارضة إن هذا التصويد قد شهد أعمال تزوير أعرب رئيس زمبابوي عن سعادته بالفوز بالانتخابات الرئاسية مشيرا إلى أن المعترضين يعلمون أن الانتخابات تم إجراؤها على النحو الصحيح أعلنت وزارة الدفاع الصينية أن بكين ستعقد منتدى السلام والأمن الصيني الإفريقي الثالث في الفترة المقبلة من الثامن والعشرين من أغسطس حتى الثاني من سبتمبر وذكرت الوزارة في بيان لها أن المنتدى يهدف إلى تعزيز التواصل الاستراتيجي بين وزارات الدفاع في الصين والدول الإفريقية ولاعب دور نشط في بناء مجتمع صيني إفريقي ذي مستقبل مشترك في العصر الجديد أجرى الأسطول الشمالي الروسي مناورات في بحر بارانسا تحاكي التصدي لسفن أجنبية غير مصرح لها ذكر الأسطول في بيان له أن التدريبات تتواصل منذ العاشر من أغسطس الجاري في المحيط المتجمد الشمالي مضيفا أنه يعتزم إجراء المزيد من المناورات للدفاع عن السواحل الروسية في القدب الشمالية وضمان سلامة الملاحة البحرية في المنطقة توجه ثلاثة خبراء كوريين جنوبيين في مجال السلامة النووية إلى اليابان لمراقبة تصريف المياه الملوثة من محطة فوكوشيما النووية المغطلة تأتي زيارة بعد أن توصلت كوريا الجنوبية واليابان والوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى اتفاق بشأن زيارة الخبراء الكوريين الجنوبيين إلى مكتب الوكالة الدولية للطاقة كل أسبوعين لمراقبة تصريف المياه الملوثة طلبت توكيو بيكين بضمان أمن المقيمين اليابانيين في الصين بعد موجة من المضيقات عبر الهاتف استهدفت الشركات اليابانية وذلك إثر الجادل الذي أثاره تصريف مياه محطة فوكوشيما النووية أثارت خطوة اليابان حفيظة الصين التي ترى أن الإجراء يلوث المحيط وقد وسعت بيكين ردا على ذلك نطاق حظر استيراد المنتجات البحرية اليابانية ليشمل بلاد بأكملها وطلبت الخارجية اليابانية من الموظفين الكبار في سفارة بيكين في توكيو الدعوة إلى الهدوء أعلنت وزارة البيئة اليابانية أن الاختبارات التي أجريت على مياه البحر بالقرب من محطة فوكوشيما للطاقة النووية لم ترصد أي نشاط إشعاعي جاء ذلك بعد أيام من تصريف مياه معالجة كانت تستخدم لتبريد مفاعلات نووية إلى المحيط الهادئ مما أثار احتجاجات داخل اليابان والدول المجاورة جهود حثيثة تقوم بها اليابان للتخلص من مياه معالجة كانت تستخدم لتبريد مفاعلات نووية في ظل مخاوف الدول المجاورة لها من التأثر من النشاط الإشعاعي وفي رسالة طمأنة أعلنت وزارة البيئة اليابانية أن الاختبارات التي أجريت على مياه البحر بالقرب من محطة فوكوشيما للطاقة النووية لم ترصد أي نشاط إشعاعي وذلك بعد أيام من تصريف مياه معالجة كانت تستخدم لتبريد مفاعلات نووية وبدأت اليابان في تصريف المياه من محطة فوكوشيما المنكوبة إلى المحيط الهادي مما أثار احتجاجات داخل اليابان والدول المجاورة ودفع الصين إلى حظر واردات المنتجات المائية من اليابان وخلصت اختبارات وزارة البيئة للعينات المأخوذة من 11 نقطة بالقرب من المحطة إلى أن تركيزات نظائر أتريتيوم المشعة أقل من الحد الأدنى الذي يمكن اكتشافه حيث أن مياه البحر لن يكون لها أي تأثير سلبي على صحة الإنسان والبيئة وفي إطار حرصها الشديد على التعامل بشفافية مع الأمر أعلنت اليابان أنها ستنشر نتائج الاختبارات أسبوعيا على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة على الأقل ثم ستراجع توقيت أي كشف إضافية من جانبها أعلنت وكالة مصايد الأسماك اليابانية أن الأسماك التي تم فحصها في المياه المحيطة بالمحطة لم تحتوي على مستويات يمكن اكتشافها من التريتيوم المشعة وهو ما قد يشير إلى استمرار اليابان في التخلص من مياه معالجة كانت تستخدم لتبريد مفاعلات نووية شانت النائبة البريطانية نادين دوريس هجهو من لازعا على زعيم حزب المحافظين ريشي سوناك وذلك في خطاب استقالتها الرسمية متهمة رئيس الوزراء بإدارة برلمان في غيبوبة وإلى افتقاري إلى أي رؤية سياسية قدمت دوريس استقالتها رسميا مصحوبة بخطاب مطول انتقدت في سوناك بشدة ومن المرجح أن تجرى انتخابات فرعية لاختيار نائب يحل محل دوريس في الخريف المقبل ما سيضع شعبية حزب المحافظين أمام اختبار آخر إذ يتخلف عن حزب العمال المعارض في استطلاعات الرأي أعلن حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية حالة الطوارئ في معظم مناطق الولاية المطلة على ساحل خليج المكسيك وحذر مركز الأعصير بالولاية المتحدة من أن التقلبات الجوية المحتملة قد تؤدي إلى عواصف خطيرة وأمطار غزيرة ورياح قوية على ساحل خليج فلوريدا بحلول الساحات المقبلة مرجحا وصول عاصفة استوائية بحلول غد الاثنين إضطر مئات الأشخاص لترك منازلهم جراء فيضانات تسبب به إعصار ساولا في مناطق قروية وذلك بشمال شرق الفلبين حذرت السلطات الفلبينية من أن الحظر الرئيسي يتمثل في الأمطار الغزيرة التي قد تتسبب بفيضانات أو انزلاقات أرضية الاحتباس الحراري وتغير المناخ ملف انعكست تداعياته السلبية على العالم أجمع وظهر على شكل حرائق وأعصير وفيضانات هنا في الفلبين اضطر مئات الأشخاص لترك منازلهم جراء فيضانات تسبب بها إعصار ساولا في مناطق قروية بشمال شرق البلاد الأعصار لامس الأطراف الشمالية الشرقية لجزيرة لزون وهبت رياحه البالغة سرعتها 185 كم في الساعة في مناطق قريبة من مدينة يقطنها نحو 160 ألف شخص الرياح الشديدة صاحبتها أمطار غزيرة ما أدى إلى مياه الفيضانات وقد اكتاحت منازل في بلدة أباري السلطات الفلبينية دفعت إلى إجلاء مئات الأشخاص من أربع بلدات في محافظة كاجايان بينما ارتفع منسوب المياه في بلدتين أخريين الإعصار ساولا تابع تقدمه إلى الجنوب من الساحل الشرقي لجزيرة لزون مع توقعات بتركزه فوق المياه الإقليمية دون أن يضرب مناطق برية بحسب هيئة الأرصاد السلطات الفلبينية حذرت من أن الخطر الرئيسي يبقى في الأمطار الغزيرة التي قد تتسبب بفيضانات أو انزلاقات أرضية مرجحة تساقط كمية تصل إلى مائتي ملي متر في محافظتي كاجايان وإيزابيلا وتشهد الفلبين سنويا ما معدله عشرون عصفة كبيرة مما يؤدي إلى مصرع المئات وإلحاق أضرار بمناطق واسعة انطلقت فعليات القافلة الطبية المجانية التي نظمتها مؤسسة راعي مصر تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وذلك في الوحدة الصحية بقرية رأس الحكمة بمحافظة مطروح ضمت القافلة خمسة تخصصات طبية هي البطنة والعظام الأطفال الجلدية والرمد وذلك لتقديم الخدمات الطبية للأهالي بالمجان وتخفيف العبء عنهم أكثر من 21 عربية في كل محافظات الجمهورية من أول أسكندرية لغاية أسوان منتشرين في كل الكرة للإتمئنين على صحة أهالينا الأكثر احتياجاً اللي محتاجين للخدمة الصحية اللي نقدر فعلاً نوفرها لهم من خلال العلاج المجاني ومن خلال الخدمة المجانية اللي إحنا بنقدر نقدمها لهم كمؤسسة راعي مصر نتمنى إن شاء الله قافلة دي تتكرر مرة ثانية ونشكر سيادة الرئيس سيادة الرئيس الجمهورية مصر العربية الحمد لله الذي يشمن علينا وارزقنا بالقافلة الطبية هذه لرأس الحكمة صراحة بنشكر الدولة أن هي بتهتم بالناس وبتهتم بأولادنا وأطفالنا وتوفر لهم المساعدات في الأماكن الصحراوية اللي زي دي أنا جيت كشفت في القافلة الطبية والقافلة الطبية قدمت خدمة بشكل مجاني للأهالي شكرا للدولة والرئيس السيسي على اهتمامه بابناء الصحراء الغربية والآن نتحول إلى هم أنباء الاقتصاد في نشاط السادسة واقع من أخبار المال والأعمال بصحبة محمد عبد الله إليك محمد شكرا لك محمد وشكرا لك ريهم إلى أخبار الاقتصاد محليا وعربيا وعالميا أهلا بكم أعلانات المقامة الاقتصادية لقناة السويس وضع حجر الأساس لمصنع صينية متخصص في صناعة المنسوجات علىية الجودة والملابس الصديقة للبيئة وذلك بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة بحجم استثمارات انتصل إلى 60 مليون دولار يأتي المشروع في إطار المنطقة الصناعية الصينية تيدا مصر التي تحتوي على أكثر من 130 منشآة صناعية وخدمية بحجم استثمارات تصل إلى 1.6 مليار دولار أكد وزير البترول الطريق الملة أن استراتيجية تطوير وتحديث قطاع البترول تضمنت منذ انطلاقها عام 2016 تطوير الشركات القائمة وزيادة قدراتها الانتاجية وإضافة طاقات وكيانات جديدة تدعم خطط التنمية جاء ذلك لتفقد وزير البترول لمشروعات البيترو كيمويات الجديدة بالمنطقة الصناعية بمدينة العالمين الجديدة وتتمثل في انطلاق المرحلة الأولى لمشروعات السلكون المعدني والصدأش ومشتقاتها وغيرها من المشروعات المخططة كشفت دراسة الجهاز المركزي للتعباعة العامة والإحصاء عن أن مصر جاءت في المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية من حيث نسبة الصادرات من التجارة الإلكترونية لإجمالية تجارة البضائع وذرت الدراسة ارتفاع هذه النسبة إلى 2.9% خلال الفترة من 2011 إلى 2021 وصنفت الدراسة مصر في المرتبة الأولى من حيث نسبة الواردات من التجارة الإلكترونية لإجمالية تجارة البضائع حيث ارتفعت من 3.5% إلى 4.8% خلال نفس الفترة تنفيذ لتوجهات الرئيس عبد الفتاح أسيسي بتأمين مغزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مطار العام تم عضى حجر أساس لإنشاء مغزن استراتيجي بمحافظة الأكسر ضمن المرحلة الأولى وذلك بعد وضع حجر أساس أول مغزن في السويس منذ أكثر من شهرين المغزن الاستراتيجي المقرر إنشاؤه بمحافظة الأكسر يقام على مساحة عشرة أفدنة وبحجم استثمارات تقترب من 1.5 مليار جنيه حيث سيقدم محافظة الأكسر وأكثر من أربع محافظات مجاورة وإتي ذلك ضمن أكبر مشروع قومي لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية سجلت مؤشرات البورصة ارتفاعات جماعية لدى أغلاق تدولات اليوم ومستهلة عملات الأسبوع مضعومة بعملات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والأجنبية بينما مالت تعاملات الأفراد العرب نحو البيع وقفز المؤشر الرئيسي للبرصة المصرية اي جي اكس 30 بنسبة 1.7 في المئة ليصل إلى 18.516 نقطة متحطين بذلك قيمته التاريخية السابقة البالغة 18.500 نقطة بينما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بنسبة 1.5 من المئة في المئة ليبلغ 3741 نقطة وشملت الارتفاعات وأيضا مؤشر اي جي اكس 100 الأوسع نطاقنا الذي زاد بنحو 1.3 من عشر بالمئة ليصل إلى 5.505 نقاط في منطقة الخليج أغلقت معظم أسواق الأسهم على ارتفاع بعد أن قال رئيس مجلس الاحتياطية للتحديية الأمريكية جورون بوول في وقت سابق إن البنك لا يعتقد أن معلقة التطاقم قد انتهت ولكنه سينضي بحذر في خطواته المقبلة وارتفع المؤشر السعودي بنسبة 6 من عشر بالمئة وزاد المؤشر القطرية 2 من عشر بالمئة أما مؤشر سوقي عمان والكويت فقد انخفض بنسبة 1 من عشر بالمئة وصلت وزارة التجارة الأمريكية جينا روموندو إلى بكين للقاء مسؤولين صينيين وقادة أعمال أمريكيين واستجهود لتحقيق الاستقرار في العلاقات التي تطهورت إلى مستويات تاريخية وذكرت وزارة التجارة الأمريكية أن زيارة روموندو التي تستغرق أربعة أيام إلى بكين وشنغهاي تهدف إلى إدراء مناقشات بناءة حول القضايا المتعلقة بالعلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتحديات التي تواجهها الشركات الأمريكية ومجالات التعاون المحتمل وتأتي زيارة روموندو في أعقاب فرض وزارتها ضعوبة على الاستثمار الأجنبي ما أثر سلبا على العديد من الشركات الصينية أعلنت الصين خفض الضريبة على التعاملات في سوق البورصة إلى النصف وهو إجراء يهدف إلى استعادة الثقة في ثاني أكبر بورصة في العالم في خضم الطباط والاقتصادي كانت أسواق البورصة في الصين تترقب هذا الإجراء بعدما اهتزت بسبب معاناة الاقتصاد الصيني على خلفية أزمة الديون في العقارات وضعف الاستهلاك وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب إلى مستويات قياسية أعلنت مجموعة أفر جراند الصينية العملاقة للتطوير العقاري أنها تكبدت صافية خسائر بلغ 4.53 مليار دولار في الفترة من يناير إلى يونيو وتتصدر إفر جراند أزمة تعصف بقطاع العقارات الصينية وشهدت منذ أواخر 2021 سلسلة من حالات التخلف عن سداد الديون نهاية وأخبار الاقتصاد أعود من جديد إلى رهام ومحمد شكرا لك محمد بأخبار الاقتصاد نصل مع حضراتكم لختام نشرة السادسة بقي تذكير بأبرز العنوين خلال اجتماع مع رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة الرئيس السيسي يوجه بتكثيف جهود تطوير الصناعة وتذليل العقبات أمام القطاع الخاص الرئيس السيسي يتابع استراتيجية قطاع السياحة ويوجه بمواصلة تشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية الرئيس السيسي يؤكد أن ما تشهده تشكا يعد خطوة واحدة من خطوات كثيرة تنفذ على أرض الواقع ويؤكد استهداف زراعات أربعة ملايين فدان خلال عام وصلنا إلى ختام نشرة السادسة على شاشات التلفزيون المصري نشكركم على طيب المتابعة إلى اللقاء إلى اللقاء اشتركوا في القناة